يتسبب التغير المناخي في تأخير اللوحة الخلابة التي ترسمها خلال الخريف الأوراق الحمراء والبرتقالية والصفراء في غابات منطقة نيو إنجلند الأمريكية إذ يؤدي إلى تغيير موعد ظهور هذه الألوان خلال الموسم على أشجارها ما يهدد أحد معالم الجذب السياحي الطبيعية في شمال شرق الولايات المتحدة ويلاحظ عدد من علماء البيئة والمناخ الأمريكيين أن درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع والأمطار التي باتت أقوى في نهاية الصيف تؤدي بوضوح إلى إبقاء الأوراق خضراء لمدة أطول هذا إذا لم تتضرر الأشجار من جراء موجات الحر والعواصف المتكررة ومنذ عقود يستمتع الزوار الأمريكيون والأجانب بمنظر أوراق الشجر الحمراء والبرتقالية والصفراء التي تغطي من منتصف تشرين الأول أكتوبر إلى أوائل تشرين الثاني نوفمبر ولايتي ماساتشوسيتس ونيوهامشير ولكن أيضا أجزاء من ولايتين نيويورك وكننيتيكت فأوراق الشجر الخريفية تحظى أيضا بشعبية كبيرة في صناعة السياحة في نيو إنجلند وتدر 300 مليون دولار من العائدات السنوية على فرمانت وحدها